أزمة جديدة حلت على أبناء الحديدة حيث اختفت مادة الغاز المنزلي من المدينة ووصل سعر استوانة الغاز إلى حوالي عشرة آلاف ريال مما ضعف من معاناة السكان جمع الحطب والأخشاب أصبح البديل الرئيسي لدى الكثير من الأسر في ظل نعدام الغاز المنزلي ليعود سكان الحديدة إلى العصور القديمة في طهي الطعام وتتراوح أسعار الغاز في السوق السوداء بين عشرة آلاف وعشرين ألف ريال وهي مبالغ كبيرة لا يستطيع المواطن توفيرها في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة في اليمن وتطال المعاناة أيضا مالكي البصات وحافلات النقل التي تعتمد بشكل أساسي على الغاز لتتوسع دائرة المعاناة التي تسببت بها ميليشي الحوثي بإخفائها للغاز المنزلي وبيعه في السوق السوداء وحصار دول التحالف التي تمنع دخول الوقود إلى ميناء الحديدة ويبقى السؤال الذي يؤرق المواطنين في الحديدة متى تنتهي أزنة الغاز المنزلي وأين الأمم المتحدة من بطش الحوثيين وحصار التحالف ترجمة نانسي قنقر